بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثالث في مادة الدراسات الاجتماعية وسوف نستكمل إن شاء الله درس الآثار في وطني الجزء الثاني تعرفنا سابقا في درس الآثار في وطني الجزء الأول مع العم ناصر على مفهوم الآثار ونعني بها كل ما تركه القدماء من أبنية أو ممتلكات أو أدوات أو أسلحة وأنواع الآثار من يذكرها؟ أحسنتم آثار ثابتة وآثار متنقلة والآثار الثابتة القلاع والأبراج والأسوار والآثار المتنقلة الأواني المنزلية والسيوف والرماح لنتعرف سويا على أهداف درسنا لليوم يتوقع منك عزيز الطالب في نهاية الدرس أن تكون قادرا على تعريف المقصود بالقلاع تعداد أشهر القلاع في دولة قطر استنتاج مميزات القلاع بدولة قطر المقارنة بين قلعة الوجبة وقلعة الزبارة بعد متابعة زميلنا حمد لبرنامج الآثار في وطني مع العم ناصر قرر أن يقوم بزيارة للعم ناصر ليخبره عن المعالم التاريخية في بلادنا الحبيبة قطر فبدأ بأول المعالم ألا وهي القلاع استعرض العم ناصر مجموعة من الصور لأشهر القلاع في دولة قطر بهدف التوصل إلى مفهوم القلاع وطلب العم ناصر من زميلنا حمد أن يتأمل هذه الصور جيدا ليتوصل إلى مفهوم القلاع ومن ثم طرح عليه الأسئلة التالية صف لي هذه القلاع التي أمامك يا حمد حسنا سوف أحاول أن أستنتج المعلومة من الصور أعتقد بأن شكلها يشبه الحصون فهي قوية البنيان أحسنت يا حمد إنها حصون قوية بناها الأجداد ولماذا بناها الأجداد يا حمد؟ أعتقد أنها بنيت للدفاع عن البلاد رائع يا حمد فالقلاع حصون قوية بناها أجدادنا للدفاع عن البلاد طالب المجتهد افتح الكتاب المدرسي صفحة 53 للإجابة على السؤال الثالث من أنا؟ حصون قوية بناها أجدادنا للدفاع عن البلاد من يجيب؟ رائع القلاع دون إجابتك بخط جميل والآن يا حمد انظر إلى أسوار القلعة ماذا تلاحظ عليها؟ ألاحظ بأن أسوارها عالية وما هو شكل أبراجها؟ كما أرى في الصورة دائري أو مربع أحسنت يا حمد إذن أهم ما يميز القلاع في دولة قطر يا أصدقائي أسوار عالية وضخمة وأبراج دائرية أو مربعة قال حمد لجاسم تعرفنا مع العم ناصر على مفهوم القلاع سأل جاسم وما أشهر القلاع في دولتنا الحبيبة قطر؟ رد حمد سوف نتعرف عليها يا صديقي برفقة العم ناصر هيا بنا لنتعرف على أشهر القلاع في دولة قطر هل سبق ورأيت هذه القلعة يا حمد؟ نعم أعتقد بأنها قلعة الوجبة أحسنت والقلعة الثانية هل تعرف اسمها يا جاسم؟ قلعة الزبارة ممتاز وأيضا يا أبناء من أشهر القلاع في دولة قطر قلعة الدوحة وتعرف أيضا باسم قلعة الكوت والآن سوف نتحدث عن قلعة الوجبة مع العم ناصر وزميلنا جاسم قال جاسم للعم ناصر حدثني عن قلعة الوجبة أين تقع؟ هذه القلعة تقع في بلدية الريان انظر إلى أسوارها وأبراجها يا جاسم ما شاء الله أسوارها ضخمة وأبراجها عالية هذه القلعة يا أبناء تم بناؤها للدفاع عن البلاد وأود أن أضيف لمعلوماتكم دارت عند قلعة الوجبة معركة شهيرة لها مكانتها المتميزة في تاريخ بلادنا وهي معركة الوجبة وانتصر فيها شعب قطر بقيادة الشيخ جاسم بن محمد على قوات الوالي العثماني عام 1893 ميلادي ومن أشهر القلاع أيضا في بلادنا قطر قلعة الزبارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اين تقع قلعة الزبارة يا عم ناصر؟ هذه القلعة تقع في مدينة الزبارة سأطلب منك أن تتأمل أسوارها وأبراجها يا حمد صفها لي أسوارها وجدرانها عالية وأبراجها شاهقة لأنها بنيت للدفاع عن البلاد أيضا والآن أريد منكم يا أبنائي المقارنة بين قلعة الوجبة وقلعة الزبارة من حيث الموقف والمميزات وسبب البناء تقع قلعة الوجبة أحسنتم تقع قلعة الوجبة في بلدية الريان وقلعة الزبارة يا أبطال رائع في مدينة الزبارة ويا ترى ما هي مميزات قلعة الوجبة وقلعة الزبارة بارك الله فيكم أسوارها وجدرانها عالية وكذلك أبراجها شاهقة أما سبب البناء فهو ممتاز بنيت هذه القلاع للدفاع عن البلاد وبعد أن تعرفنا يا أبطال على قلعة الوجبة وقلعة الزبارة سوف أضيف لكم بعض المعلومات عنها قلعة الوجبة شكلها مستطيل وتحتوي على أربعة أبراج دفاعية اثنان منهما تأخذ الشكل الدائري والبرجان الآخران فهما مستطيلي الشكل ونظرا لأهمية القلعة الدفاعية فقد كانت جدرانها سميكة وبناؤها من مواد كالحجارة والطين والجس أما قلعة الزبارة فهي قلعة عسكرية بنيت في عهد الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني وهي الموقع القطر الأول المدرج في قائمة التراث العالمي وفق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وبعد أن تعرفنا أبناء الطلاب على قلعة الوجبة والزبارة مع العم ناصر سوف أضيف لمعلوماتكم عن أشهر القلاع في بلادنا قطر وهي قلعة الدوحة وتعرف بالكوت تقع في منطقة البدع وسط منطقة السوق بالدوحة تم تحويلها إلى متحف للحرف الشعبية القطرية أما الهدف من بناؤها أن تكون مركزا للشرطة أبطال الصف الثالث لنجيب على السؤال الرابع في الكتاب المدرسي صفحة 53 اكتب أمام كل عبارة مما يأتي الأثر الذي يمثلها تقع في بلدية الريان وتتميز بضخامة أسوارها وارتفاع أبراجها سوف أعطيك دقيقة للتفكير في الإجابة هيا لنجيب سويا أحسنتم قلعة الوجبة تعرفنا اليوم من خلال درسنا الآثار في وطني على المقصود بالقلاع ونعني بها بارك الله فيك هي حصون قوية بناها أجدادنا للدفاع عن البلاد كذلك تعرفنا على أهم ما يميز القلاع في دولة قطر حيث تتميز بأسوار عالية وأبراج دائرية أو مربعة وما هي أشهر القلاع في دولة قطر إجابة صحيحة قلعة الوجبة والزبارة وقلعة الدوحة وتعرف بالكوت ختاما لنختبر معلوماتنا ونجيب على الأسئلة التالية اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية الحصون التي بناها الأجداد للدفاع عن البلاد يشير التعريف السابق إلى مفهوم الأبراج القلاع المتاحف ممتاز القلاع السؤال الثاني أكمل ما يأتي تقع قلعة الوجبة في من يجيب رائع بلدية الريان الهدف من بناء القلاع في دولة قطر هو إجابة صحيحة الدفاع عن البلاد أعزائي الطلاب من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم ترجمة نانسي قنقر